يسعدني يا معلمي أن أكتب لك هذه الرسالة لأشكرك على عطائك ولأعبر عن مدى تقديري وإحترامي لك فأنت تغرس فينا التربية وحب الوطني والأخلاق الفاضلة وتعلمنا حسن التفكير والإبداع وتجعل منا جيلاً واعياً ومثقفاً يخدم وطنه فأنت صاحب رسالة العلم في الحياة والشمعة التي تحترق لتنير دربنا حتى لا نتعثر فتحية شكر وتقدير يا صانع أجيال الغد وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يمدك بالصحة والعافية والعمر المديد ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا